إذا هذا ما سنتعلمه من خلال هذه الخصة عندما ننقر على A, عندما ندغط على A نحصل على هذه الـ نحصل على القطعة التي تنطلق من A وتتجي نحو B ولكن عندما نضغط على B فإننا نحصل على القطعة التي تنطلق من B وتتجي نحو A بطبيعة الحال الأمر يتعلق بنفس القطعة لكن طريقة الرسم تختلف عندما نضغط على أو كأننا نجر القلم انطلاقا من A نحو B وعندما نضغط على B وكأننا نجر القلم انطلاقا من النقطة B نحو النقطة A لكذا ما سنتعلمه إن شاء الله في هذه الحصة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والأصلاة والمسلمين مرحبا بكم موطة أخرى دائما في إطار تكونات المجانية المتعلقة باللجوزيبران سنستمر في هذه الحصة وأذكر أنه في الحصة السابقة كنا قد تعرفنا على الأمر C وكنا كذلك قمنا بمعالجة مجموعة من الأمثلة في هذه الحصة سنستمر دائما مع نفس الأمر لكن بتطبيق آخر بطبيعة الحال العملية التي سنريد أن نقوم بها في هذه الحصة هي أننا نرغب بإنشاء قطعة طبيعة الحال عندما نضغط على شاشة الجوزيبران نحصل على قطعة ساكينة لكن أريد أن أستغل الأوامر التي قمت قد تعلمتها لإنشاء قطعة متحركة ديناميكية بحيث أنني عندما أضغط على A فإنني أريد أن أرسم القطعة انطلاقا من النقطة A نحو النقطة وكأنني أقوم بجر القلم انطلاقا من النقطة A نحو النقطة B وعندما أضغط على B أريد أن يحدث العكس ويعني وكأنني عندما أضغط على B وكأنني أقوم بجر القلم انطلاقا من النقطة B نحو النقطة هذا ما سنتعلمه إن شاء الله في هذه الحصة سنقوم بمسح هذه القطعة حتى نعيد العملية منذ البداية لأجل هذا الغرض بطبيعة الحال سنحتاج إلى زالقة هذه الزالقة سنقوم بإدراجها بطبيعة الحال انطلاقا من القائمة التالية عبر شريط الأدوات سنذهب إلى كيوغسر نضغط هنا ثم نضغط في شاشة الجزبرة عندما تظهر هذه النفيدة سنترك الخير الأول كما هو نض ثم نذهب إلى القيمة الدنوية سنجعلها في السفر والقيمة القسوية في الواحد ثم كالعادة سنكتب سفر فاصلة سفر سفر واحد وبعد ذلك نضغط على OK هكذا نكون قد أدرجنا هذه الزلق كما تلاحظون هنا سنقوم بإنشاء النقطتين سأضغط هنا في هذه القائمة أضغط المرة الأولى سأحصل على النقطة A وأبتعد قليلا ثم أضغطه مرة أخرى لأحصل على النقطة أريد أن أقوم بإدراج متغيرين المتغير الذي سأستعمله عندما أضغط على A ومتغير آخر عندما سأستعمله عندما أضغط على B سأذهب إلى شارط الكتابة وأكتب مثلا هذا المتغير سأسميه Click A عندما أضغط على A سيحمل بطبيعة الحال القيمة البدئية سأعطيه False هذا المتغير سيحمل إحدى القيمتين يأما صحيح يأما خطأ سأفعل نفس الشيء مع النقطة B Click B وسأعطيه القيمة False المتغير A سيحمل القيمة الصحيح عندما أضغط على A و Click B المتغير الذي سميته Click B سيأخذ القيمة الصحيح عندما أضغط على B هكذا سأتمكن بطبيعة الحال من إنشاء قطعتين إحداهما تنطلق من A وتتجه نحو B والأخرى تنطلق من B وتتجه نحو A سأضغط بالزر الأيمن للفأرة هنا على A ثم أختار هنا Propriet ستظهر لي هذه النفذة هنا على اليمين بطبيعة الحال سأذهب إلى Script كما تلاحظون هنا ثم أؤشر على Park Click يعني عندما أضغط على A وهنا سأكتب بعض الأوامر مثلا عندما أضغط على A أريد أن يتحول Click A الذي كان يحمل القيمة False ستتذكرون بأنني عندما قمت باستعمال شريط كتابة كنت قد كتبت Click A تساوي False لكن الآن عندما أضغط على A أريد أن تتحول هذه القيمة التي يحملها إلى العكس يعني إلى True هكذا أما القيمة التي يحملها B فأريدها أن تبقى برطبة الحال في False Click B Egal False سأقوم بنسخ هذين الأمرين الأمر الأول والأمر الثاني سأقوم بنسخهما Ctrl C وأضغط مرة أخرى هنا على B وتظهر لنفس القائمة طبعا نفس النافذة على اليمين سأقوم بإلساقهما هنا Ctrl V وسأقوم بعكس هذين القيمتين عندما أضغط على B أريد أن تتحول Click B إلى True وعندما أضغط كذلك على B أريد أن تتحول Click A إلى False العكس سأقوم بإغلاق هذين النافذتين وسأقوم بإظهار على اليسار سأقوم بإظهار نافذة الخاصة بألجاب أفي شاج ثم أذهب إلى حتى نقوم بمعينة سنعين معا ماذا سيحدث عندما أضغط على A وماذا سيحدث عندما أضغط على B لاحظوا معي هنا Click A و Click B تحملان القيمة False كلاهما يحملان القيمة False لكن لاحظوا عندما أضغط على A ماذا سيحدث ستتحول Click A إلى True لاحظوا و Click B Click A تحولت إلى True و Click B بقيت كما هي في False سأقوم بالضغط الآن على B لاحظوا عندما أضغط على B سيؤكس الأمر هنا ستتحول Click A إلى False و Click B تحول إلى True لاحظوا مرة أخرى عندما أضغط على A ستحول Click A إلى True و Click B إلى False وعندما أضغط على B تتحول Click A إلى False و Click B إلى True لذلك هكذا سأتمكن من استعمال هذين الأمرين Click A و Click B سأذهب إلى شريط كتابة إلى الأعلى وأكتب الأمر التالي C إذا كان C Click A Egal True إذا كان Click A يحمل القيمة صحيح فإنني يعني بذلك سأكون قد ضغطت على A إذا كان هذا المتغي Click A يحمل القيمة True صحيح سأكون بذلك قد ضغطت يعني قد نقرت عن النقطة A وبالتالي فإن القطعة التي سأرسمها ستنطلق منها سأكتب له Segment سترسم لي القطعة Segment عندما أكتبوا Segment تظهر لهذه الأختيارات donc Segment point de départ et point d'arrivée donc Segment سأكتبوا نقطة الإنتلاق ستكون هنا النقطة A ونقطة الوسط ستكون هنا يعني سورة النقطة A بالإزاحة donc Translation l'objet l'objet هو A F1 المتجهة ستكون مرتبطة بطبيعة الحال F1 بالذلك A التي قمنا باستعمالها ثم أكتبوا Vector Vector Up ثم أضغط بطبيعة الحال حتى أتمي مع هذا الأمر ثم سأضع فاصلة إذا كان Click A It's false إذا كان Click A It's false فإنني سأحصل يعني سأكون قد نقرت على B عندما يكون Click A equal to سيقوم الجوج بتنفيذ هذا الأمر أما عندما يكون Click A equal to So C Click B equal to C Click B يعني أكون بذلك قد ضغطت على B عندما تتحول قيمة Click B من false إلى True سأكون بذلك قد نقرت على B وبالتالي سأكون بنسخ نفس الأمر الذي يتواجد هنا نفس الأمر الذي يتواجد هنا سأكون بنسخ CTRL C وأكتبه هنا CTRL مع بعض تغييرات بطبيعة القطعة هنا ستنطلق من B الفأرة تذهب إلى propriety D ستظهر هذه النافذة على اليمين سنستعملها لتغيير هذه الخصائص من بينها كما فعلنا سنجعلها في خواص أو في خواص مثلا بالنسبة للسرعة سنقوم بتغييرها من 1 إلى 3 كذلك سنقوم بإغلاق هذه النفيدة لاحظوا معي ماذا سيحدث عندما أقوم بالضغط بالزر الأيمن للفأرة وأختار أنيمي وكأن رسمت القطعة سأعيد هذه العملية سأضغط مرة أخرى بالزر الأيمن للفأرة ثم أختار أنيمي وكأن رسمت القطعة انطلاقا من النقطة بنحو النقطة لكن عندما أضغط على A سأعيد هذه الزارقة إلى السفر وكأن ني الآن أقوم برسم هذه القطعة انطلاقا من النقطة A نحو النقطة B سنقوم بعض التغييرات بطبيعة الحال حتى نتمكن من استعمال جيد لهذه العملية التي قمنا بها سأقوم بإخفاء هذه الزارقة سأعود إلى خصائص النقطة A وذلك بالضغط بالزر الإيميل فأرة ثم اختيار Propriety سنذهب هنا الأمر الذي سنقوم بإضافة يتعلق بإعطاء إشارة للجوجيبر للقيام بالحركة يعني برسم هذه القطعة أولا سنقوم بإعادة الزارقة إلى الصفر سأقوم بكتابة A يعني عندما أضغط على A فإن قيمة الزارقة ستعود إلى الصفر وبعد ذلك سأطلب من الجوجيبر أن يقوم بالبدء في الحركة وبذلك سنستعمل الأمر التالي Demare Demare Animation هذا الأمر جد بسيط و جد مفهوم Demare Animation ثم نكتب بين قوسين الزارقة الإسم الزارقة التي نحن بصددها أعيد عندما أضغط على A فإن قيمة الزارقة أيا كانت هذه القيمة فإن ستعود إلى الصفر وبذلك سنطلب من الجوجيبر أن يقوم ببدء هذه الحركة عن طريق هذا الأمر Demare Animation سنقوم بنسخ هذا الأمر أو هذه الأوامر الأمرين الأخيرين و كذلك سنقوم باستمالهما في النقطة B سأضغط مرة هنا على النقطة B ستحصلون على هذه النفيدة نفس النفيدة التي كنا بصددها عندما قد ضغطنا عن نقطة A وسأقوم بإلساق هذين الأمرين دائما عندما ستعود إلى الصفر و الجوج سيقوم ببدء هذه الحركة سأقوم بغلاق هذه النفيدة لاحظوا الآن ماذا سيحدث قمنا بإخفاء الزالقة كما ترون الزالقة لا تظهر في هذه الشاشة لاحظوا الآن إذا ضغطت على النقطة A ماذا سيحدث ستعود قلت بأن قيمة الزالقة ستعود إلى الصفر وسيقوم الجوج بإعطاء الأمر للقيام بالحركة لاحظوا سأضغط مرة أخرى سأضغط على A ستعود الزالقة إلى الصفر وتنطلق الحركة من جديد لاحظوا مرة أخرى ستعود الزالقة إلى صفر A بطبيع الحال ستحمل القيمة صفر وتعود الحركة من جديد لاحظوا الآن عندما أضغط على النقطة B بطبيع ستعود من جديد أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الفقرة وإلى فقرة مقبلة بحول الله